بسم الله الرحمن الرحيم سعادة السيد جون ويليام آش رئيس الجمعية العامة سعادة السيد بنكي مون الأمين العام للأمم المتحدة رؤساء الوفود الموقرين يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بالتهنئة لانتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وأن أحيي بلدكم الصديق أنتيقا أن باربيودا وكل ثقة بأن خبرتكم الدبلماسية ودراياتكم الواسعة بالشؤون الدولية هما خير ضامن لحسن سير أعمال الدورة والنجاحها وذلك لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة أعرفها شخصيا حق المعرفة ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير لسعادة السيد فوك يرميت الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة على إدارته لأعمال الدورة السابعة والستين بكل حكمة واقتدار وأشيد عاليا بالجهود المشكورة لمعالي السيد بنكيمون الأمين العام للأمم المتحدة التي كان لها أكبر الأثر في تطوير الأمم المتحدة والحفاظ على مبادئها رغم ما نشهده من تحديات متنامية وظروف صعبة ونؤكد لمعاليه كامل دعمنا وتأييدنا له في تعزيز دور منظمتنا وقدرتها على بناء السلام ومواجهة التحديات الكبرى ونود التعبير عن خالص عزائنا لحكومة وشعب باكستان الصديق لما تعرضت له منطقة جنوب غرب باكستان من زلازل في الآونة الأخيرة التي راح ضحيتها مئات من المواطنين وندعو لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان كما ندين العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في نايروبي عاصمة كينيا وما أدى إليه من وقوع العشرات من الضحايا الأبرياء نتيجة لهذا العمل الجبال سيد الرئيس تؤمن مملكة البحرين إيمانا راسخا بضرورة الربط بين السلام والتنمية الذي هو مبدأ أقرته كل هيئات الأمم المتحدة منذ عقود وينبغي تعزيزه وتفعيله على مختلف المستويات ولذلك حرصت مملكة البحرين على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعملت على تحقيقها باعتبارها أولوية قصوى لخطة التنمية في المملكة وقد لاحظنا أن تقرير الأمين العام للجمعية العامة في دورتها الحالية وضعنا أمام صورة حقيقية وواقعية للمشكلات الكونية المتعددة مما يقتضي إيجاد حلول فعالة لها خاصة وأننا على أبواب عام 2015 ونرى سيادة الرئيس أن اختياركم لموضوع أجندة التنمية لما بعد 2015 كمحورا لهذه الدورة اختيارا صائبا ويستدعي تضافر الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة والأخذ في الاعتبار والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشخصيات البارزة لضمان استدامة التنمية مع وجود آلية للرسل والمتابعة لكافة توصيات المؤتمرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لمصالح الأجيال المقبلة سيد الرئيس أن مملكة البحرين التي تقع في الخليج العربي تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة والتي هي منطقة حضارات العالم منذ فجر التاريخ تعيش دولها الآن مرحلة من أزهى عصورها في بناء المجتمع القائم على التنمية والعدالة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما جعلها في مقدمة الدول حسب معايير التنمية البشرية وذلك وفقا للتقارير المتعاقبة عاما بعد عام التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا على اتباع نهج التطور المنتظم لتحقيق التقدم والنماء لشعوبنا في المنطقة والاستفادة من التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن والبيئة والموارد الطبيعية والسكان ولذلك فأن منطقتنا التي تعتبر جزء حيويا من هذا العالم تسعى إلى إرساء مفهوم جديد للأمن الأقليمي يؤكد بالإضافة للاهتمام بالبعد الجغرافي والسياسي للمنطقة وبالتحالفات القائمة مع الدول الصديقة التي تربطنا بها اتفاقيات تاريخية واستراتيجية اهتمامه بالأمن الإنساني والغذائي والمائي من أجل بناء علاقات ترسخ الاستقرار ولغة الحوار والبناء وثقافة السلام والصداقة والاحترام المتبادل سيد الرئيس أننا في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون نعمل في إطار ثلاث ركائز استراتيجية مهمة لتعاملنا ولتعزيز مسيرتنا ولبناء علاقات صحيحة ومستدامة مع جيراننا وللتعامل مع دول العالم بأسره والتفاعل مع كافة المستجدات والتحديات ونعتبر هذه الركائز الثلاث محور السياسة العالمية في عالم اليوم الذي تسوده ظاهرة العولمة والتعاون المثمر بين دول العالم ومن هنا فإننا نرى أن الركيزة الأولى هي الشراكة الأمنية الإقليمية بين دولنا بعضها البعض ومع شركائنا من دول العالم فنحن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل معا من أجل الحفاظ على استقرارنا وأمننا المشترك في إطار من التنسيق والتعاون والتكامل وصولا للاتحاد المنشود وتمتد شراكاتنا عبر بعدنا العربي والإسلامي وهنا في الأمم المتحدة فإننا نواصل هذه الشراكة من أجل صيانة السلم والأمن في العالم وإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية للعديد من المشاكل العالمية في إطار تعاون دولي متعدد للأطراف تمتد آفاقه إلى شراكات استراتيجية نسعى لها من خلال الحوارات مع القوى السياسية والتجمعات الاقتصادية كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين واليابان والهند ودول الآسيان وغيرها من أجل القيام بدور فعال في ترسيخ خواعد التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الأمم والشعوب وفي هذا الإطار فإننا نحرص على العمل الجاد إلى هدفنا الرئيسي وهو تجنيب البشرية الحروب والنزاعات والكوارث ولذلك فنحن ندعو لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة السلاح النووي وكفالة تطبيق معايير وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخاصة السلامة النووية ومن هذه الرؤية نؤيد جهود مجموعة خمسة زائد واحد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقا لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي وبما يضمن الاستفادة من ثمرات التقدم في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية الذي هو حق طبيعي للدول كافة ونعيد هنا التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان من مفترض عقده خلال عام 2012 وذلك وفقا لقرار مؤتمر المراجعة الدولية لمعاهدة عدم الانتشار النووي الصادر في مايو 2010 وانسجاما مع المبادئ والأهداف التي نعمل من أجل ترسيخها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة بغية استقرار الأوضاع في المناطق الإقليمية الهامة فإننا نجدد تأكيدنا على نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأي كان مصدر وإدانة الأعمال الإرهابية التي تحدد الأمن والاستقرار الإقليمي وضرورة إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار سيد الرئيس لقد آلينا على أنفسنا أن نعمل من أجل السلام والتعاون والأمن لدولنا في إطار المنظومات الإقليمية والعالمية بالمشاركة في العمل مع حلفائنا من الدول الصديقة لتأمين حرية الملاحة في الخليج العربي وحماية السفن التجارية من أعمال القرصنة قبالة الساحل الصومالي ومنطقة القرن الأفريقي وخليج عدن إضافة إلى المساهمة في حفظ السلام وإعادة الاستقرار في أفغانستان ونقف أيضا جنبا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونساندها في جهودها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن مصالحها الحيوية وتنفيذ خارطة الطريقة التي تقودها إلى بر الأمان وتتضمن خطوات واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصري تشارك فيه كافة القوى السياسية بما يؤكد دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط كما نجدد موقفنا المبدئي والثابت المتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة بأهمية وحدة التراب المغربي وحل مشكلة الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أما الركيزة الثانية فهي الإصرار على التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية وتعايش السلمي ونحرص في نفس الوقت على التطبيق الفعلي لهذه المبادئ في التعامل مع التحديات التي تواجهنا وتحويلها إلى فرص تساعد على أبعاد المنطقة عن التوترات والتهديدات وعدم الاستقرار وأول هذه التحديات ضرورة وقف تدخل إيران في شؤون دول المنطقة وانهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتجاوب مع المساعي المتكررة لإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادل إلى هذه القضية أما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ونتطلع أيضا إلى لغة جديدة واضحة وتصريحات إيجابية ومبادرات وأفعال ملموسة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي إلى إزالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون وقيام علاقات صداقة ودية على أساس حسن الجوار والمصالح المتبادلة أما التحدي الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل لها يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إن هذا التحدي وجد فرصة مهمة تمثلت في مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها القمة العربية في بيروت في 2002 والتي ما زلنا متمسكين بها باعتبارها فرصة ثمينة من أجل إرساء السلام وابناء مستقبل زاهر وآمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأساسا متين للتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية وإسرائيل متطلعين إلى تجاوز مرحلة الحروب والعداء فالعرب المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا قرونا طويلة في هذه المنطقة ونسجوا تاريخها معا في إطار من التعايش والتسامح القائم على الاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والديانات إن مبادرة السلام العربية تنص على وتسعى إلى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروع كاملة غير منقوصة أسوة بغيره من شعوب العالم وتمد اليد للشعب الإسرائيلي بما توفره له من ضمانات الأمن اللازمة لطمأنته من أي خطر أو تهديد لوجوده وأننا في هذا السياق نؤكد دعمنا الكامل لفخامة الرئيس محمود عباس لسعيه الصادق لتحقيق تطلعات شعبه فهو من خيرة القادة الذين أنجبتهم أرض فلسطين ويستحق منا الدعم والمساندة في كل خطواته تجاه تحقيق السلام المنشود وأننا اليوم نؤكد دعمنا للجهود الحثيثة والصادقة للسيد جون كاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل للتوصل إلى حل النهائي مبني على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وما يتم الاتفاق عليه من تبادل بين الطرفين متطلعين لوقف أعمال القمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة ووقف بناء المستوطنات ومرحبين بموقف الاتحاد الأوروبي الصحيح بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف التعامل معها أما الركيزة الثالثة فهي تحقيق تطلعات شعوبنا وفي مقدمة تلك التطلعات رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان من خلال إرساء مبادئ التعددية والديمقراطية والمشاركة بين الجميع عبر الحوار المتواصل بما يراعي القيم الحضارية ومراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي سيد الرئيس حرصت قيادة مملكة البحرين عبر تاريخها الحديث الذي يمتد لأكثر من قرنين من الزمان على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم في كل مرحلة ومتطلباتها وبكل شفافية والتزام ومنذ تولي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليف عاهل البلاد المفدى سدة الحكم تواصل المملكة نهجه الثابت في إرساء دعائم الدولة الوطنية الحديث المستقلة ذات السيادة والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة والإصلاحات الدستورية والتشريعية التي شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة من أجل بناء المجتمع الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وإنجازاته التي تحققت نتاج حكم رشيد رعى وساند مجهودات فكرية ورؤى سياسية وتنظيمية هائلة لبناء دولة المؤسسات التي توفر الفرص لكل أبناءها الموهوبين وابتكاراتهم وحضورهم القوي ودورهم كمواطنين فاعلين في عالمنا المعاصر بما حصن بلادنا من التعرض لأي توترات أو صراعات طائفية على نحو ما هو حاصل في دول أخرى في البنطقة رغم ما تتعرض له بلادنا من أعمال عنف تقوم بها جماعات إرهابية متطرفة مستحدفة رجال الأمن والأجانب المقيمين بهدف الترويع وإثارة الفرقة وأحداث الفتنة وتخريب الاقتصاد الوطني والتنمية والتي يتم التعامل معها بالقانون والقضاء العادل الذي يحمي حقوق الجميع وإيمانا بدور الإنسان البحريني بالمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره نحرص على التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وبخاصة منظمات حقوق الإنسان في إطار من الحوار المتواصل القائم على تبادل الخبرات والتجارب والآراء بروح التعاون بعيدا عن أي مواجهة لأننا طرف واحد أمام قضية واحدة نؤمن بها جميعا وهي العمل على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان وفي هذا الإطار جاءت المبادرة التاريخية لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها القمة العربية في مارس 2013 بدولة قطر الشقيقة استجابة لتطلعات الشعوب العربية لتمثل نقلة النوعية في المنطقة تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وأسوة بما هو معمول به في المحاكم المشابهة بالمناطق الأخرى في العالم ولتضع هذه المحكمة لأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس التابتة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي وفي هذا السياق فقد حققت مملكة البحرين إنجازات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومنها إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تعمل كجهاز مستقل ضمن قوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليه في مدونة سلوك الشرطة في مملكة البحرين سيد الرئيس واستجابة لتطلعات الشعوب العربية لم تدخر دول مجلس تعاون وسعا في العمل من أجل تحقيق السلام والأمن وإعادة الاستقرار للدول العربية الشقيقة التي واجهت تحديات جسيمة في الفترة الأخيرة وفي هذا السياق جاءت المبادرة الخليجية وما أدت إليه من حوارا للتوافق الوطني في الجمهورية اليمني الشقيقة لإيجاد حل سلمي للأزمة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار في ربوعه وحرصا من دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية على استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية انطلاقا من الاعتراف بحق الشعب السوري في اختيار نظامه السياسي فإننا ندعم التحرك الدبلوماسي الراهن لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري وما تم التوصل إليه من اتفاقات في جنيف بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي ونرحب بقرار مجلس الأمن 2-1-1-8-2013 بتاريخ 27 سبتمبر 2013 الذي يدعو كافة الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات جادة وملموسة تكفل معالجة الأزمة السورية وتداعياتها وينبغي تنفيذ الفقرتين 16 و17 من ذلك القرار والمتعلقتين بالمرحلة الانتقالية وتنفيذ بيان جنيف والذي يجب من وجهة نظرنا أن يستكمل بعملية سياسية متكاملة تحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته وآماله في إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة التي يتعرض لها بمختلف الأسلحة الفتاكة والتي وصلت ضحاياها لأكثر من مائة ألف شهيد ومئات الألاف من المصابين وملايين ما بين لاجئ ومشرد ونازح السيد الرئيس لن أطيل عليكم ولكن أود التأكيد أن مملكة البحرين انطلاقا من مسؤولياتها الدولية حريصة على القيام بدورها الفاعل بكل أمانة وإخلاص ومسؤولية في تحقيق التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع الأسرة الدولية وتتطلع البحرين دائما لغد أفضل أكثر إشراقا يحقق كرامة الإنسان كفرد وحرياته الأساسية ويحمي حقوقه العادلة ويحافظ عليها وترفض الصراع والحروب وتحرص على علاقات ودية مع مختلف دول العالم في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إعمالا لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وشكرا سيدي الرئيس